كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، طفت على السطح تأكيدات من داخل الأرواقة السياسية على استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في السادس من شهر حزيران المقبل، في محاولة مستميطة من شركاء العملية السياسية لديمومة منظمة الفساد السياسي والمالي والإداري. اتفاق شبه جماعي بين الكتل البرلمانية المتناحرة حيال تأجيل موعد الانتخابات المبكرة إلى ما لا يقل عن ستة أشهر تؤكد مصادر نيابية، وهذا سيعني إذا تم الأمر إلغاء صفة الانتخابات المبكرة عنها. وبحسب تحالف سائرون فأن عددا من القوى السياسية تعمل حاليا على تعطيل إكمال قانون الانتخابات لعرقلة إجراء الانتخابات حتى عام 2022 بعد انتهاء الدورة البرلمانية من دون أن يحل البرلمان نفسه، وهو ما يبدد جميع وعود رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي بشأن ملف الانتخابات. ولجأت الكتل السياسية للتذرع بعدة أسباب لتأجيل الانتخابات، من أبرزها تعذر حسم قانون المحكمة الاتحادية والصراع على قانون الانتخابات، وفاشل الحكومة في ملف عودة النازحين إلى مدنهم المدمرة، بالإضافة إلى تفاقم أزمة الميليشيات المرتبطة بإيران، والتي تهيمن على المشهد الأمني والسياسي، بشكل يؤكد تكرار تزوير سيناريو الانتخابات مجدداً. ومنذ أعلان الكاظمي عن موعد الانتخابات المبكرة، كان هناك اتفاق بين القوى السياسية المتلفذة والمتحكمة في المشهد العراقي على عدم إقامة الانتخابات المبكرة في موعدها بحسب مصادر برلمانية، وذلك من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه، واستمرار تحكم ذات الوجوه السياسية التي تلهث وراء المكاسب والامتيازات في المشهد العراقي. تدوير السلطة عبر شتى الوسائل هو الشغل الشاغل لأشباه الساسة في العراق، وتأجيل الانتخابات سيكون أحد الملفات الذي يبرهن على استماتة الفاسدين على الاستمرار لأطول فترة ممكنة في الحكم، ووأد أي بوادر للعملية الديمقراطية في العراق الجديد، وهو ما يغذي الشارع المنطفض بمزيد من الغضب والإصرار على كتابة كلمة الفصل في حربه مع نظام المحاصصة الطائفية. ترجمة نانسي قنقر